موسيقى قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استرحيوت إن خطة حكومة نيتنياهو تهدف لإضعاف جهاز القضاء وهي خطة لصحق النظام القضائي كما وحذرت من أن هذه الخطة عبارة عن هجوم عنيف على نظام العدالة وكأنه عدو ويجب مهاجمته وإخضاعه وفي تعقيبها على التبرير الذي قدمه رئيس الحكومة بن يمين نيتنياهو ووزرائه للخطة قالت رئيسة المحكمة العليا إن حكم الأغلبية هو مبدأ أساسي يقوم عليه النظام الديمقراطي لكن الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية مشيرة إلى أن كل من يدعي أن الأغلبية التي انتخب ممثليها في الكنيست أعطاها شكا مفتوحا كي يفعل ما يشاءون فهذا إجراء يحمل اسم الديمقراطية عبثا وبشأن خطة الحكومة للتغيير المرتقب في تشكيل لجنة اختيار القضاء بحيث يكون للإتلاف الحاكم أغلبية فيها قالت حيوت إن النظام الحالي متوازن ومهني ويضمن التمثيل العادل والكامل لجميع الأطراف ذات العلاقة ويحظى بتقدير دولي عالي على دوار المركز الجماهيري بمدينة رهط نظمت بعض الإحزاب الإسرائيلية اليسارية ومؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع نقف معا وقفة احتجاجية بمشاركة عرب ويهود شارك في هذه الوقفة العشرات وذلك احتجاجا على خطة الوزير ياريف لفين القانونية والتي تتضمن ما يسمى بإصلاحات بعيدة المدى في درجة التأثير السياسي على النظام القضائي وتغول اليمين المتطرف في حياة المواطنين رئيس الحزب الديمقراطي العربي النائب السابق طلب الصانع أكد أنه عشية الوقفة المشتركة في مدينة تل أبيب تأتي لتقول للحكومة الفاشية اليمينية أن الشعب عربا ويهودا ضد محاولات السلطة التنفيذية تهديد كل القيم المشتركة والحيز الديمقراطي قتل علي الجاروشي في الخمسينيات من العمر في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة الليلة الماضية وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وقالت إنها تبحث عن مطلقي النار دون أن تبلغ عن تفاصيل وخلفية الجريمة ومساء الخميس قتل أشرف مشعل في جريمة إطلاق نار بالقرب من دوار البك في مدينة الناصرة لتسجل بذلك أربعة جرائم قتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري الشوارع والناس والأطفال كل شيء يبدو في البلدات العربية كالمعتاد كذلك أيضا العنف والجريمة فبعد عام دام قتل فيه أكثر من 110 ضحايا في جرائم إطلاق نار وحالات عنف أخرى في لائحة لا تشمل القدس والجولان المحتلتين كشف تقرير جديد عن نسبة فك رموز الجرائم في المجتمع العربي والتي بلغت 21% فقط مقارنة بـ 75% في المجتمع اليهودي عنا إن شاء الله من التخطيط أيضا لجنة إفشاء شبابية واللجنة الإفشاء الشبابية اللي الشباب منهن هن يكون عنا نواة هاي النواة تعمل على التسامح على نبذ العنف وأيضا لجنة إفشاء نسائية أنا لما أتحدث عن الشيء التذخيفي عن ندوات في المراكز الجماهرية في المدارس عن مسابقات للطلاب في الإنشاء عن موضوع إنشاء عن السلم وإفشاء السلام عن مسارح مسابقات في مسرحيات في أنشيد اللي بتتحدث كلها عن السلام هذا في هذا المجال نعم أنتوا يعني بتقولوا أنه طيب هذا العنف اللي قاعد بزداد يوم بعد يوم إحنا صحيح بنعيش ظروف صعبة جدا إن كانت من ناحية الاقتصادية من ناحية السياسية من ناحية العلمية التربوية وعلى ضوء هذه المعطيات يرى كثيرون من المواطنين العرب أن ظاهرة الجريمة مستمرة بسيطرة على المشهد ويخشونا مما يخفيه هذا العام من ناحية الكلك الكلك موجود مش بس عندي وعندي المجتمع المجمل الناس الأغلبية كتير كلكاني السؤال إنه وين ندور على الحل كلاتنا خايفين ندور على الحل أنا والناس اللي زيه والناس اللي بالشارع كل خايف يدور على الحل أو إنه عارف شو الحل ومش يعني مش مسترجي يحكي شو الحل إسا إحنا بحاجة لناس اللي هي تكون لإنه ظهر عشان لما أحكي أنا أخضر أحكي بكلب قوي تعودت آه تعودت إش طبيعي اليوم آه خمسين شاكل خمسين شاكل شو كمت خمسين شاكل بتخو بعض عليها خمسين شاكل فهم عليك لأنه فيش اليوم يعني مثلا أشوف فكرك أدامي فهم عليك أحنا عليه أعطف عليه مثلا فيش نخبه فيش شي فيش حساس صار اليوم الواحد ما يروح من الشغل إيه؟ بيته بيته شغل بيته شغل بيته شغل بطل لكون واحد دي أطلع بدي أجي أنا ولادي دروء بدي أجي السبب فيش أهل السبب إنه فيش أهل فهم عليك واليوم مخدرات ومش مخدرات في الأسبوع الأخيرة شهد المجتمع اليهودي ارتفاعا ملحوظا في الجرائم الجنائية التي تصدرت العناوين وتلتها تصريحات الشرطة بالقبض على الفاعلين بينما تبقى المئات من قضايا المجتمع العربي عالقة دون تطورات جدية أمر يثير القلق ويقض مضاجع المواطنين طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتامار بن كفير رئيس الحكومة بن يمين نيتنياهو بإشراك جهاز الأمن العام الشاباك في محاربة الجريمة في أنحاء البلاد من خلال تطبيق البند في الاتفاق الاتلافي بين حزبي عوتسما يهوديت والليكود الذي يسمح بتفعيل الشاباك في محاربة العائلات الإجرامية وأضاف بن كفير أنه لا ما فر من تفعيل جهاز الأمن العام في ظاهرة تحولت إلى كارثة مدعيا أن بمقدور الشاباك أن يوفر المزيد من المعلومات المخابراتية النوعية واستخدام صلاحيات تحقيق خاصة ليست ممنوحة للشرطة يشار إلى أن المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي ووزير الأمن الداخلي السابق عمر بارليف عارضا تدخل الشاباك في مكافحة المنظمات الإجرامية تتجه الأنظار يوم السابت إلى ساحة هابيما بمدينة تل أبيب حيث من المتوقع مشاركة عشرات الألاف في تظاهرة غضب ضد حكومة اليابين بقيادة بن يمين نتنياهو والقوانين العنصرية الصادرة عنها وتأتي التظاهرات التي بدأت منذ أسابيع بدعوة من عشرات المنظمات اليسارية في إسرائيل العربية واليهودية بالتزامن مع حالة الغليان في الشارع الإسرائيلي بسبب التحريض الذي تقوده حكومة اليمين وبالتزامن مع الحالة العامة في الشارع الإسرائيلي عقدت الشرطة الإسرائيلية اجتماعا مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير ادعت فيه أن بحوزتها معلومات مخابراتية حول تخوف من أعمال شغب خلال التظاهرة مهددة بأنها لن تسمح بخرق النظام العام وتعتزم الشرطة حجد قرابة ألف شراطي في منطقة تل أبيب بالأساس وتزويدهم بوسائل تفريق مظاهرات وخيالة وصيارات رش المياه وبالتزامن مع تظاهرة تل أبيب من المتوقع أن تنطلق تظاهرتين من القدس باتجاه بيت رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وتظاهر أخرى في مدينة حيفا أظهر تقرير الفقر السنوي الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني ارتفاعا في معدلات الفقر في إسرائيل إذ سجلت المعطيات بأن نحو مليوني شخص يعيشون تحت خط الفقر بينهم 853 ألف طفل ونحو 213 ألفا من كبار السن المتقاعدين ووصفت مؤسسة التأمين الوطني هذه الارتفاعات بالمعتدلة مشيرة إلى أن التقديرات توحي إلى التفاؤل بسبب ما وصفته الانتعاش المثير للإعجاب في سوق العمل بما في ذلك الزيادة في التوظيف في سوق العمل من ناحية أخرى ذكر التقرير أن نسبة العائلات العاملة التي تعيش تحت خط الفقر بقيت دون تغيير تقريبا فيما سجلت نسبة العائلات الفقيرة العاملة ازديادا بشكل طفيف يشار إلى أن هذه المعطيات أتت بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو ووزير المالية بسلايل سموتريتش عن خطة الحكومة التي تهدف لمواجهة غلاء المعيشة عبر الحد من ارتفاع عياص عار المياه والكهرباء والوقود وتجميد إجراءات رفع ضريبة الأرنونة مجلس التعليم العالي يطالب بمنع طلاب الطب في الخارج للمشاركة في جولات التدريب واكتساب الخبرة في المستشفيات الإسرائيلية حيث أرسل المجلس وثيقة تأمر خدمات الصحة العامة بعدم إتاحة فرصة التدريب أمام طلاب الطب في إسرائيل باعتقادي أن هذا الإشي فيه تسرع وفيه قرار فيه رائحة سياسية كما يعلم الجميع هناك كليات طب في البلاد تستوعب حوالي 500 طالب بينما يتعلم في الخارج عشر أضعاف هذا الرقم ومعظم من يتعلم بالخارج من الجماهير العربية أي طلاب العربين يتعلمون الطب النقاش اليوم ليس حول قدراتهم المهنية أو مدى توظيف المهنة فيهم لأن هذا يختلف من دولة إلى أخرى من الأردن إلى مناطق السلطة الوطنية إلى هنغاريا إلى المناطق التي تعلم بالإنجليزية وبين جامعات أقل مهنية للأسف المطلوب هو مضاعفة عدد طلاب الطب في البلاد تنزيل السيخم البسيخومتري وكل هذه الشغلات البطلب 750-740 لأن هذا أثبت عدم نجاعته في الأول الأخيرة يجب أن يكون عدد طلاب الطب في البلاد على الأقل ألف ليتسنى لكميات أكبر أن يدخلوا إلى مجال الطب ويخرجوا إلى حق العمل تضع السلطات المسؤولة عن التعليم العالي عرقيلة عدة أمام طلاب الطب وخاصة الأطباء الجدد الذين تخرجوا من جامعات خارج البلاد مؤكدة بعدم مشاركة الطلاب في جولات التدريب وإكتساب الخبرة في المستشفيات الإسرائيلية إلا بموافقة الجامعات في إسرائيل التوجه كان أن طلاب طبعون خارج البلاد ما يعملوش التدريبات هاي بأسباب اللي هي أنا من ناحيتي مش منطقية مش مقبولة أنا بشوفها هاي الشغلي هي نعمل هذا القرار ضد المجتمع العربي عشانيك إحنا طلعنا بصرخة هذا القرار مش مقبول علينا ومش رحين نوافق عليه وطبعاً كمان معارضة كتير كبيرة كمان من المجتمع العربي كله وكمان من الجمعية الأكديمية من المجتمع العربي كمان طلعت مكتوب كتير رئاسي للبروفيسور أن هذا القرار مش مقبول علينا وهذا فيه نوع من التميزة ضد الطلاب العرب خصوصاً أن أخطيري الطراب بريت البلاد أنه طلاب عرب هذه ليست المرة الأولى التي يمنع بها طلاب الطب من حقهم في التعليم خارج إسرائيل والعمل داخلها ممارسات عنصرية إضافية من قبل الحكومة الجديدة لبضع حواجز أمام الطلاب العرب وفق المتطلبات التعجزية للقبول في الجامعات الإسرائيلية مقابل عدم إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة حق العمل المعتمد في شهاداتهم التقى المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف كلاً من وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري الوزير حسين الزين على هامش مؤتمر الإعلام العربي المنعقد في تونس وبحث الوزير عساف مع الوزيرين سبل تعزيز التعاون المشترك وأطلعهما على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من جهتهما أكدها الوزيران موقف بلادهم الثابت والداعم للقضية الفلسطينية حتى نيل الحرية والاستقلال وأن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى وأنه يجب توفير كافة الإمكانيات الإعلامية لطبق القضية الفلسطينية حاضرة في المشهد الإعلامي العربية شيعت جماهير غفيرة في محافظة جنين جثماني الشهدين حبيب الله محمد عبد الرحمن كميل وعبد الهادي فخر نزال في بلدة قباطية الذين ارتقيا مساء الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها البلدة وبارتقاء الشهدين يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى تسعة بينهم ثلاثة أطفال أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة وأقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان أن نحو سبعين ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وفي المحافظات الفلسطينية أدى المصلون صلاة الاستسقاء في مساجد فلسطين في ظل الإرحباس المطري الذي تشهده البلد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن سيادة القانون هو جوهر تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة جاء ذلك في إحاطته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدت على المستوى الوزاري مشدداً في كلمته على أن توسيع المستوطنات من قبل إسرائيل فضلاً عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء تؤدي إلى إثارة الغضب واليأس ومدعاة للقلق كما أكد جوتيريش أن أي ضمن لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكاً للميثاق الدولي وللقانون الدولي نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة